دلوقتي مشاهدينا معد مجز الأهم الأخبار مع ليندا شكرا شازلي التسعب توقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر لليمن مشددا على موقف مصر الثابت من العلاقات الراصخة والتاريخية مع اليمن وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أشار الرئيس السيسي إلى موقف مصر الثابت والدعم لوحدة اليمن وسلامة أراضيه لمن يمثله أمن واستقرار اليمن من أهمية قصوى لمصر وللعالم العربي بأسره كما أكد رئيس السيسي الاتفاق مع الجانب اليمني خلال النقاشات على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل المشترك لحماية أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب والخليج العربية من جانبه أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مضي مصر مع اليمن من أجل تحقيق الاستقرار كما أوضح العليمي أن مصر كانت ولتزال تسند اليمن من خلال مساعدة الشعب اليمني على مختلف الأصعدة أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مضي الدولة في جهودها لتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حيا كريمة رغم كل الصعاب والتحديات التي تواجه البلاد بسبب الأزمات والاضطرابات العالمية وخلال زيارته لمحافظة الدقاهلية لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حيا كريمة أشار مدبولي إلى أن تدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية طالت كل دول العالم بما فيها مصر لأفتا إلى نجاح مصر في الصمود أمام تلك التحديات وخلال جولته الطلع مدبولي على نسب تنفيذ المشروعات بمختلف القطاعات بمركز شربين وتفقد عددا من المشروعات تشمل مشروع إحلال وتجديد كبري الدبوسي ونقطة إسعاف بالإضافة إلى مشروع طبطين التراب بمركز شربين قال وزير الدفاع الصيني وي فانجهي إن تحسين العلاقات بين الصين والولايات المتحدة أمر يعود لواشنطن موضحا أن العلاقات تمر بمرحلة خارجة وخلال مشاركته في حوال شانجيلا الأمني بسنغافورة والذي يعد التجمع الأمني الرئيسي في آسيا طلب فانجهي الجانب الأمريكي بالكف عن تشويه سمعة الصين والتدخل في الشؤون الداخلية لها مشددا على أنه لا يمكن أن تتحسن العلاقات الثنائية ما لم يتمكن الجانب الأمريكي من فعل ذلك قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونغ صوب إن بلاده ستعزز بشكل كبير قدراتها الدفاعية وستعمل مع الولايات المتحدة لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية وأكد وزير الدفاع الكوري الجنوبي في الاجتماع الأمني الأسيوي في سنغافورة أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية يشكل تهديدا عالميا وحث كوريا الشمالية على إنهاء برامجها النووية والصاروخية على الفور قتل ستة أشخاص في هجوم مسلح على عمال داخل مزرعة للدواج في ولاية جريرو المضطربة بجنوب شرق المكسيك وقال مكتب المدعي في جريرو إن السلطات تحقق في الأحداث التي تسببت في مقتل خمسة رجال وامرأة وإصابة شخصين من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل 275 إصابة جديدة بفارس كورونا من بينها 134 إصابة مصخوبة بأعراض وبهذا ترتفع خصيلة الإصابات في بر الصين الرئيسي إلى 224 781 إصابة هذا ولم تسجل الصين وفيات جديدة بالفارس لتظل خصيلة الوفيات ثابتة عند 5226 حالة أما رياضيا فتعادل المنتخب الألماني مع مضيفه المجاري بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بالمستوى الأول من دور الأمم الأوروبية وتقدم المنتخب المجاري في الدقيقة السادسة من المباراة قبل أن تدرك ألمانيا التعادل في الدقيقة التاسعة وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المجار إلى أربع نقاط في المركز الثاني بينما وصلت ألمانيا للنقطة الثالثة محتلة المركز الثالث نهاية منجزة التسعة نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل